إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فكان الذي أجاب أيضا هو أبو لهب نفسه نفس الشخص الذي أجاب في الاجتماع الأول الجمع الخاص ببني هاشم وبني عبد المطلب أول من أجاب هو أبو لهب وهنا قال تبا لك ألي هذا جمعتنا تبا لك أي بعدا لك وسخطا لك ألي هذا جمعتنا فأجابه الله عز وجل بصورة تبين أنه هو الخاسر وأنه هو المحروم تقرأ إلى يوم القيامة بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدى أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب ومرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد فحكم الله عز وجل عليه بالنار قبل أن يموت بأكثر من عشرين سنة وهذا يدل على أن هذا القرآن وحي من عند الله فأبو لهب الذي نزلت فيه هذه الصورة في بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وسيموت في عام بدر يعني بعد سنوات وسنوات حكم الله عليه بجهنم وحكم الله عليه بالعذاب وهذه نبوة وآية من آية الله لأنه لو أسلم لكان تكذيبا للقرآن وبما أن القرآن وحي من الله فهو كلام حق وكلام صدق ولن يكذبه الواقع فكل ما أخبر أنه سيحدث وسيكون فقد وقع حقا كقوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى لر وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين الله لمر من قبل ومن بعد فحدث كما أخبر القرآن أنه في أقل من عشر سنوات غلبت فيها الروم غلبت بعد ذلك الفرص فتحقق وعد الله أن غلبت الروم الفرص في أقل من عشر سنوات لأن البضع بين الثلاثة والتسع وكذلك هذا الحكم الذي حكم الله عز وجل به على أبي لهب كان كما حكم الله تعالى أن مات على الشرك ومات على الكفر ولم يسلم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى عنه ماله وما أغنت عنه سلطته وما أغنى عنه جاهه وما أغنى عنه أولاده لأنه كان يدعي أنه أغنى بني هاشم وأنه أكبرهم وأنه أكبرهم مالا وعقلا وأولادا وأكثرهم يعني من مال الدنيا وحطامها ولكن هل نفعه ذلك في شيء؟ العبرة هنا أن الذي ينفع الإنسان هو عمله الصالح وهذا المال إذا كان في يد الرجل الصالح ينفع صاحبه وهؤلاء الأبناء إذا كانوا صالحين للرجل الصالح ينفعونه في الدنيا وفي الآخرة أما إذا كان المال لا ينفع صاحبه بأن ينقذه من النار والأبناء لا ينفعون صاحبهم أو أباهم بأن ينقذوه من النار وأن يكونوا له عونا على طريق الجنة فإن هذا لا ينفعه في شيء نعم إن المسلم ينبغي أن يأخذ درسا وعبرة أن هذا المال وما كسبه الإنسان من مال وأولاد لن ينتفع بهم إلا إذا كانوا صالحين وإلا إذا كان هذا المال مالا نافعا ينفعه في الدنيا وينفعه في الآخرة ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى هذا الحكم الشديد الخطير سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب نعم لأن امرأته كانت تعينه على الشر ليتها أنقذته من هذا الشر ليتها أعانته ليرجع إلى طريق الخير لكنها كانت مفسدة مثله وكانت تعينه على الشر وكانت تؤيذه في الشر بل كانت من يعينه ومن يلهب فيه شرارة الشر فكانت تضع الأشواك في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وكانت هي وزوجها يدعان طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينضج ويلقون فيه زبالتهم ويلقون فيه روت بهائمهم مع أنهم كانوا جيرانا للنبي صلى الله عليه وسلم الجدار ملاسق للجدار فلم يراعوا حق القرابة ولم يراعوا حق الجوار ولم يراعوا حق النسب حيث أن ولدي أبي لهب عتبة وعتيبة كانا متزوجين ببنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم فلم يراعوا شيئا من ذلك لا حق الجوار ولا حق القرابة ولا حق الصهر وكان شديد الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الحبيب عليه الصلاة والسلام لا يزيد على أن يقول أي جوار هذا يا بني عبد المطلب أي جوار هذا جوار أذى عوض أن تعينني وعوض أن تؤمنوا بي وعوض أن تكونوا في جنبي وفي صفي وإذا بكم أعداء بل أمر أبو لهب ولديه أن يطلق بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حاجة لنا بصهره ولا بنسبه وامتثل هذان الولدان العاصر امتثل أمر أبيهما فطلق بنتي عمهما بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوج بهما من هو خير منهما تزوج بهما من هو خير منهما وهو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه تزوج برقية حتى ماتت في يوم بدر وتزوج بأختها أم كلثوم حتى ماتت أيضا وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لو كان عندي ثالثة لزوجتكها فكان عثمان رضي الله عنه الحيي الكريم الوحيد من بني آدم الذي تزوج بنتي نبي على التوالي فلذلك لقب عثمان رضي الله عنه بذي النورين لقب بذي النورين فهكذا اشتركت هذه العائلة عائلة كلها اشتركت في الشر الأب والأم والأولاد اشتركوا جميعا في إذاية النبي صلى الله عليه وسلم وحكم عليهم حكم عليهم بالبوار وحكم عليهم بالخسارة ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها أي في عنقها حبل من مسد حبل من نار جهنم والعياذ بالله لما نزلت هذه الصورة وسمع أبو لهب وسمعت زوجته هذه الآيات وقد ذكرت فيها جاءت إلى المسجد تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم دخلت إلى المسجد فوجدت الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر لكن الله أخذ بصرها فلم ترى إلا أبا بكر أي لم يظهر لها الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت تحمل صخرة كبيرة في يدها وتبحث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول أين مذمم يعني سمت الإسم بعكسه محمد محمود مذمم مذموم قالت أين مذمم وهي المذمومة وهي المذممة قالت أين هو أريد أن أرضخ رأسه بهذه السخرة كيف يهجوني أي كيف يسبني ويعيرني والهجاء نوع من أنواع الشعر فلذلك قال لها أبو بكر والله ما هجاكي والله ما هجاكي فعلا لأن القرآن ليس شعرا والهجاء نوع من أنواع الشعر والله ما هجاكي فخرجت من المسجد مغضبة نعم إنها دعوة الحبيب عليه الصلاة والسلام رسولنا الكريم بأبيه وأمي ونفسي الذي صبر وصابر وثابر لأجل إبلاغ دعوة الله وإيصال رسالة الله رغم ما مرت به من أنواع الصعوبات والمشقات وأنواع الأذى فصبر حتى نصر الله دعوته ونشر رسالته نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا الدين العظيم وأن يجعل شفيعنا يوم لقائه الحبيب المصطفى الكريم بأبيه وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة